في عالم الابتكارات فصممت تطبيقا تعليميا للهواتف الذكية معنيا لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم نعم ولأنها تعي معنى الحرمان وتشعر بطلابها الذين تراهم في الجامعة صخرة المبتكرة البحرينية ثمرات معرفتها لتقديم يد العون لهذه الفئة بل وعكفت على خدمتهم من خلال مشاركتها ومساهمتها في العديد من الفعاليات والبرامج المتعلقة بهذه الإعاقة فضلا عن بدئها في عدة مشاريع تقنية قادمة في هذا المجال الزميل صالح يوسف زار الأستاذة الجامعية في مقر عملها وأعد لنا التقرير التالي لأنها تعي معنى الحرمان ولأنها تدرك نعمة السمع واللسان كيف لا وهي الأستاذة التي ترى حولها أكثر من سبعين تلميذ من الصم والبكم يشحذون العلم بالرغم مما فقدوه البحرينية فاطمة الضاعن المحاضرة بالجامعة الأهلية دخلت في عالم الابتكار فسخرت موهبتها وخبرتها في تقنية المعلومات لفك رموز وطلاسم هذا العالم الكبير فكانت انطلاقتها في خدمة هذه الفئة من ذوي الإعاقة حيث صممت تطبيقا خاصا للهواتف الذكية اسمته ASL وهو تطبيق يعين فئة الصم والبكم في الاستفادة من التكنولوجيا والتحليق في سماء البرامج التفاعلية والاتصالية هو تطبيق هاتفي مجاني تقدر اي احد يقدر ينزل على البلاي ستور طبعا هو يدمج اللغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية واحد يقدر يتعلم اللغة يعني يقدر يتعلم حتى مثلا يبي يقدر يسمع او مثلا انت تبقى مثلا تبقى نتسي ان انت بتطرش رسالة حق شخص تكتب الرسالة هذه وهي تترجم إلى لغة الإشارة والشخص الثاني يقدر يسمعها واستشعار منها للمسؤولية الاجتماعية والإنسانية نحو فئة الصم والبقم فقد شاركت وساهمت المبتكرة البحرينية في فعاليات ومؤتمرات متعلقة بهذه الفئة وانا بما اني عمت محاضرة فما احب الطرق البدائية اللي هي الطرق الكتب ان الواحد لازم يجرم الكتاب او مثلا اتراويهم فيديو هاي الطرق خلاص انتهت الان الناس كلا تستخدم الاجهزة الحديثة والتكنولوجيا الحديثة اللي هي الموبايل يقولون كل ذي اعاقة جبار هذا ما برهنه طلبة الصم والبقم في الجامعة حيث كانوا عناصر فعالة في الانشطة والبرامج الطلابية ثلاث او اربع مرات تشارك في فعاليات الحمد لله يعني استفاديت واتعلمت شيء جديد حمد لله بديت أتماع مننا في الوضع حطيت التنباعة وبتدت معي شوي يعني هذا الشيء الحمد لله بسعب الاستلافات من الضاعين حاليا ان شاء الله بكون تطور لغتي في الاشارات اكثر فاكثر بعد ما سويت هذا الابليكيشن طموح لا نهاية له فهذا التطبيق الذكي يرافقه حلم لمشاريع مستقبلية في هذا المجال الانساني اول شيء طبعا من سوي قاموس للغة الاشارة طبعا قاموس بحريني ومو بقاموس عربي بحريني يعني حق البحرين حق مملكة البحرين والشيء الثاني اللي اب بياصرح فيه طبعا هو المقررة الدراسي للغة الاشارة انا طبعا كوني باحثة رح بحث عن المقررات اللي قد تطرح في بعض الجامعات للغة الاشارة وشفت انه طبعا انه ما فيه جامعات في الدول العربية الدرسها كمنهج من مناهجها فمملكة البحرين هي مملكة طبعا سباقة في كل شيء فكتبت انا مقرر منهج دراسي لتعليم لغة الاشارة بيكون ان شاء الله فيه منهجين طبعا واحد هو فيرست لبل وفي ساكن لبل عندما يصبح الحلم حقيقة وعندما تتحول الافكار الى ابتكار هكذا تكون النتيجة ابداع بحريني متواصل ومستمر في نموذج بدأ يتكاثر في بلادنا التي تزخر باسماء لامعة في سمائها لتلفزيون البحرين صالح يوسف اشتركوا في القناة